بسم الله الرحمن الرحيم الف لا مرا تلك آيات الكتاب الحكيم ووقفنا عند كلمة الحكيم وقلنا إن حكيم على وزن فعيل وفعيل تأتي مرة بمعنى فاعل كما تكون فلان رحيم بمعنى راح أي تقع الرحمة منه على غيره وفلان قتيل بمعنى مقتول أي وقع القتل لا منه ولكن وقع عليه من غيره فحكيم إما أن تكون بمعنى فاعل وإما أن تكون بمعنى مفعول فبمعنى مفعول وقعت الحكمة من قائله عليه فصار محكما وإن كانت بمعنى فاعل حكيم بمعنى حاكم وكلمة حاكم تدل على أن هناك فريقين فريق يقول قضية والآخر هناك ضر فيأتي الحاكم ليفصل بين الأمرين بعدل وإنصاف وحق والقرآن جاء هكذا القرآن جاء حاكما في أمر القمة وأمر القمة اختلف الخلق فيها فمنهم من أنكر وجود إله وهو الملاحدة ومنهم من قال الإله غير الله ومنهم من قال الإله شريك لغيره فجاء ففصل في هذه المسألة وحكم فيها حكما واضحا فقال يا من تقولون لا إله أنتم كذابون ويا من تقولون الإله غير الله أنتم كذابون هذا أول حكم في قضية القمة وما دام الحكم في قضية القمة قد صحق إذن فالاستقبال سيكون واحدا لأنه لا آلها متعددة فهذا يضارب هذا وهذا يناقب هذا بل هو إله واحد يصدر حقا وحكم واحد ليحقق الوحدة في التكاليف للناس جميعا ويخرج جميع الناس من أهوائهم إلى مراده إيه؟ إلى مراده هو ويكون حاكما أيضا في الأفعال بعض الناس يقول هذا الفعل حسن وبعضهم يقول قبيع فيأتي ليحدد الفعل الحسن فيأمر به ويحدد الفعل القبيح فيناعا ويأتي فيقول هذا حلال وذلك يقول لا هذا هو الحلال فيأتي ليبين الحلال من الحلال بحكم في العقائد وفي الأفعال وفي زوات الأشياء حلا وحرما وحكم في قضية هامة هي يجب أن تلي قضية الحكم في قمة العقيدة وهي صدق البلاغ عن الله صدق البلاغ عن الله يعني أن هذا الرسول الذي يقول لكم قال الله كذا لا بد أن يكون صادقة فيحكم في هذه القضية حاكم في هذه القضية بمعنى أنه جاء معجزا وماذا معجز إن لم تكونوا قد صدقتم بأن هذا الرسول فأتوا بمثل ما جاء به هذا الرسول فإن عجزتم هو لا يقول من عندي وإنما يقول أنا أناوله من إيه من خالقي وسواء كانت حكيم بمعنى فعل أو بمعنى مفعول فقد دلتنا على أنها تضع الأشياء في نصابها وضعا يحقق النفع منها دائما ولا تلد ضارة أبدا ثم قال الحق بعد ذلك أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ما هو العجيب في أن الله أوحى إلى رجل منكم أن يبلغكم إنذار الله ورشارة ما الذي تعجبتم منه هذا أمر عجيب وما موضع العجب فيه موضع العجب فيه ذكرته الحيسية في آخر السورة أنه رسول من أنفسكم من البشر ورسول من أنفسكم أي من العرب رسول من أنفسكم أي من قبائلكم من أنفسكم ممن تعرفون كل خلقه فما العجيب في أن يرسله الله رسولا إليكم إنكم اؤتمنتموه على أموركم من قبل أن ينزل عليه شيء من الله فكأنكم احترمتم طبعه الكريم وأنكم في كثير من الأشياء قبلتم منه ما يصل إليه بدليل أنكم لما اختلفتم في حين بناء الكعبة وبعد ذلك قالت كل قبيلة نحن أولى بأن نضع أقدس شيء في الكعبة وهو الحجم إحنا لنضعوا بإذنه فاختلفت القبائل فما كان إلا أن حكموا أول داخل فشاء الله أن يكون أول داخل هو محمد بن عبد الله فكيف يحل محمد بن عبد الله هذه المشكلة ولم ينزل عليه وحي بعد إنها الفطرة التي جعلته أهلا لاستقبال وحي الله فيما بعد فماذا سنع لينهي هذا الخلاف فجاء برداء ووضع الحجر على الرداء ثم قال لكل قبيلة انسكوا بطرف من الرداء واحملوا الحجر إلى مكانه تلك فطرة سليمة سيدنا أبو بكر زي ما قلنا أنه لما قالوا له وراجع من الرحلة بتاعته قالوا له قد ادعى صاحبك النبوة قال إن كان قد قالها فهو صادق من أي شيء جاءت أهو سمع منه كلاما معجزا أسمع منه قرآنا لا مجرد ادعاء دعا له رسول قال له على عينه راسي ليه؟ لأنه جربه في كل شيء صادق وجربه في كل شيء أمين فما كان ليصدق فيما بين البشر ليكذب على الله انتهى خديجة قلنا كمان أنها حينما قال لها أنه يأتيني كذا وأقاف أن يكون كذا لكن لها المقدمات التي في حياتك لا تعي بأن الله يخذلك ويفضحك ويسلط عليك جني دا مش معقول إنك لتصل الرحم وتعمل كله وتكسب المؤمن ممكن شابه لا يخذيك الله أبدا ولذلك كانت السيدة خديدة أول فقيت مستنبت قبل أن يجيئ الإسلام أكان للناس عجبا إذن كلمة أكان للناس عجب أكان التعجب من أن يصدر منهم عجب يعني القرآن بيتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب ومدام يتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب يبقى المنطخ إمهما كانوش يتعجب وحين تتعجب من شيء إما أنت تعجب منه لأنه بلغ من الحسن مبلغا فوق مستوى ما تعرف من البشر ساعة من نشوف صنعة جي من أكل ما أحسن هذه الصنعة أهي إيه اللي خل الصنعة دي جميلة كده الله أكنها بلغت من الجمال مبلغا منتش مصد إن حد من اللي موجودون دل إيه يا ميل ما أحسن السماء السماء الجميلة دي بيتعجب من إيه وقد يتعجب من الشيء لأنه قبيح ما كان يجب أن يرد على الخاطر ولذلك قل كيف تكفرون بالله قلوني إيه الطريقة اللي انتو كفرتوا بها بالله دي دي مسألة عجيبة منكم إيه تكفرون بالإيه لا فبقولهم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجلا منهم ما كانوا يريدون إننا جئنا برسول من أنفسكم وعديد عليه ما عندتم وحديد عليكم ماذا تريدون من الرائد أن يكون ألا هكذا فكيف تعجبون إذا عجبكم بل على أن بصيرتكم غير واضحة الحكم على الأشياء فالشيء الذي ما كان يصحه أن يستقبل بالعدم نحن نتعجب من عجبكم وحيث نتعجب من العجب يبقى تبتل التعجب ولا لا تبتل التعجب أكان للناس عجبا أن أوحينا أي إيحاؤنا لرجل منكم كان عجيبا عليكم وما كان يصحه أن يكون عجيب لأنه منطقي لأنه طبيعي أن أوحينا نعم ما هو الوحي أوحينا يعني الوحي هو الإعلام بخفاء فيه إعلام واضح يا بنية اسمع كذا افعل كذا دي إعلام إيه وفيه إعلام بخفاء دي يدخل عندك إيه ضيف وبعد ذلك الخادم مثلا نسيه شوية تشور له كده إشارة يعني يعني حي الضيف يبقى علمته بإيه بخفاء فالوحي إعلام بخفاء مش واضح يعني هذا الوحي يوحي الله إلى الجلاد يوحي الله إلى الحيوان إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسقالها وقال الإنسان ما لأه يوم إذن تحدث أخبارا بأن ربك أوحى لها أعلمها إعلام خفي هو أعلم وهي فهمت ملناش دعوة زال من العرافش هو قال وهي إيه وهي فهم وبعدين يجي للحيوانات أيضا وأوحى ربك إلى النحل إنت ما تقولش نسمعت ربنا قال للنحل إيه ما هو إعلام بإيه بخفاء هو أعلم وهي فهمت ما لكش دعوه ما تقولش إزاي بقى وأوحى ربك إلى إيه إلى النحل أن اتخذ من الإيه من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون أي ما أودع فيها من الغرائب هي فيهم تكون عنه انتهت المسألة ويوحي ربك إلى الملائكة أدل وحي من مين ويوحي إلى غير الرسل أوحى الله إلى أم موسى أن إيه أن أرضعيه فإذا أخفت عليه فألقيه في اليمن وأوحى إلى مين إلى الرسل يبقى يوحي الله إله للملائكة يوحي هذه واحدة للجماد يوحي للحيوان يوحي للغير الأنبياء من الصالحين أيه يوحي للأنبياء يوحي هذا الوحي من مين من الله يبقى إذن الوحي إعلام خفيه وهو يقتضي معلما هو الله هنا ومعلما هو إما الأرض بأن ربك إيه أوحى لها وإما نح وأوحى ربك إلى الإيه إلى النح وإما الملائكة إذ جوحي ربك إلى الإيه إلى الملائكة وإما إلى بشر غير الرسل وإذ أوحى أوحينا إلى أمك ما إيه ما يوحى وبعد ذلك أوحينا إليك اللي هو للرسل يبقى هذا وحي من الله عرفنا منه الموحي هو الله والموحى إليه كل هذه الأصناف وقد يأتي الوحي من غير الله وإما الشياطين لا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ضرورة الثلاثين يعملوا إيه إعلام إيه إعلام خافي كده يقوله لبعض وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إن أوحينا إليك هو رسول يبقى هذا الوحي خاص ولا مش وحي خاص وحي خاص على الأول هذا الوحي الخاص مدام إعلام خفي ما تقولش أنا ما سمعتش ربنا بيقول لي لمحمد اذهب إلى هؤلاء القوم ليه؟ قالك لأنك كنت مجدت هتسمع العكاة دي ما كانش ضروري لمحمد ويقولك أنت بقى حلاص تبقى المسألة سعلة أول يبقى إذن يقول له ليه؟ أم قالك لأنه طاقة الحق القدرة العالية للحق القدرة المرسلة إلى الموحى إليه لابد أن يضع الله في الموحى إليه قوة تتحمل قوة التحمل ديها هي اللي بتعوز كلام إزاي؟ إحنا قلنا في البشر حينما يأتي ليعطي لضعيف طاقة من قوي ما يعطيش الطاقة من القوي للضعيف مرة واحدة وإلا الضعيف ما يتحملش لإيه؟ ده إحنا لما نحب نعمل والناس في البيت نمرى خمسة ما نركبهش على الكهرباء بتاعت البيت إن نركبناه على الكهرباء بتاعت البيت إيه اللي يجرى؟ نعمل إيه؟ الترنس اللي بقوله عليه ترنسفوري يعني إيه؟ يستقبله من القوي ويعطي الضعيف على الأوج فإذا كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يوحي لرسول هذا الوحي لرسول ما يمكنش الرسول وهو بشر يتلقى إيه؟ مباشرة كده يبقى لازم من إيه؟ من واسطة الواسطة دي تبلغه في الارتقاء وتقدر تلتكي بالبشر اللي هي الملك يقول دا يعمل إيه؟ ولذلك مع هذا الرسول أول مجاله الوحي تعب ولا ما تعبش؟ ليه؟ لأن ما دا ما حيجيله وحي من الحق مع أنه بواسطة هو مع أنه؟ معامل ترنسفوري ومع ذلك إيه؟ تعب ويعرف وجابينه يتفسد عرق وبعد ذلك إذا انتصرف عنه يزملوني يدسروني ويرتعش ويرتعش والصحابة يقولك إذا نزل على الوحي هو قاعد كده ركبته دي أو فقده على واحد يرده كأنه سكرة وإذا كان الوحي ينزل عليه وهو راكب المصية المصية ايه؟ تأثت منه يعني تأثت الله إذا مجهود ايه؟ مجهود مادي مجهود مادي المجهود المادي دي يتعب مين؟ يتعب الرسول فلما يتعب الرسول ويسرى عنه التعب يبقى له حلاوة ما أوحي فيبتده الشاوة الثاني للوحي بعد ما يلزم بلوني تفسروني يبتده هو لأيه؟ ليه؟ لأن التعب راه وبكيت حلاوة الايه؟ فربنا حب يشوى النبي للوحي ليه؟ قال لك لأنه إذا شوقه لاستقبال الوحي استقبله بطاقة متقبلة يوم لما يبقى فيه تعب الشوق ده يعمل ايه في التعب؟ يخليه ياه؟ ولذلك شوف كده مشوار إلى من تحب والأرض وحلى والأرض فيها الشوق ومش عارف ايه؟ تبقى ماشى ولنتش ايه؟ ولنتش تارس إذا الله أراد أن يربب فيه الشوق إلى الوحي لأن الوحي كان بيجيده بيجيده ليه؟ لأنه التقاء ملك ببشرة التقاء الملك بالبشر ده عايز سرطين إما أن ينقلب الملك إلى مرتبة بشرية ودي ما فيهاش إيجاد على رسول الله لأن العملية التحول جات من مين؟ من الأعلى وهو ينظر زي ما دخل عليه كده الوعد عليه أثر السفر ومش عارف ايه ولا يعرفه منا أحد وبعدين قعد وحط ركبته على ركبة النبي وبعدين النبي قعد يسأل لنا بيقول لك ما الإيمان وما الإسلام وما الإحسان ومدين بصوا ملاقوهش فقال له إيه دهال والله ده جبريل جاء يعلمكم أمور إيه؟ فيبقى التحول من إيه؟ من جهة الإرسال ولا فيش مشقة على مين؟ على النجل لكن المشقة تأتي من إيه ده؟ إذا بقي الملك على طبيعته والتحول يحدثه لمين؟ لمحمد هذه العملية الكيميائية اللي بتقول زملوني تسروني هو يعرق ويعمل ومش عارفين كل دي يوم الحق سبحانه وتعالى يتلطف برسوله ويخليه يدوء حلاوة الوحي اللي أنزل إليه بعد ما يزول التعب أمه هو اللي يشتاقه لدرجة النباء إيه؟ اللي يسموها فترة فترة الوحي لما فتر الوحي النبي بقيت عنده حلاوة ماء وحي فتشوق هو لمين؟ ويقعد يبص في السماء يشوف إيه حي يجي إمتى؟ هو اللي بقى إيه؟ هو اللي بقى يتطلب فالحق سبحانه وتعالى لما شاف إن العرب الكافرين بقى استغلوا فرصة فترة الوحي وقالوا إن رب محمد قد قلاه جرابوا كده يظهروا ملاقاش مش عارف إيه فاسكت عنه طب لم ينتم بتقولوا إن رب محمد لماذا اعترفتموا الآن أن له رب؟ شوف الغباء حتى غباء المعارضة يقول لك إيه إيه ميعني عرفتوا دلوقتي إن رب محمد ليه؟ لأن مسألة سال بعطاء فلما سال بعطاء يقول له رب بس هو ما عجبوش انصرف عنه خلاص كده؟ يبقى إذن يعترفوا بأن لمحمد ايه؟ أهدى المراد علشان ايه نقفشهم في أنهم فهمين إن فيه رب وإن محمد فيه بيبلغ عنه صاد فقالوا نعمل الوحي عنه كده عشان هم ايه؟ اسمها نعمل لهم مطب أو ربنا عمل لهم مطب أما قالوا ايه؟ إن رب محمد بس هي دللي احنا عايزين ايه؟ يبقى لهم رب محمد يبقى دللي ايه؟ اللي عايزين عال هوا وبعدين لما يعمل العملية دي يقول لهم انتوا اهبية البعدة احنا خدنا منكم المنطقة اللي احنا ايه؟ اللي احنا عايزينه في أن محمد له ايه؟ له رب بس انتم لما جاتوا في السلب في الإيجاب ما كنتوش مصدقين لما في السلب بقى ايه؟ بقى رب عال أو كتر خيركم طيب احنا عايزين نقاضيكم الى عقولكم نقاضيكم الى الكون اللي تعيشون فيه نقاضيكم الى الظواهر المادية اللي محسوسة لكم انتم الاحداث لابد لها من زمان ومكان كل حدث لازم لهم من زمان ومكان ولذلك اذا لم يوجد حدث لا يوجد زمان ولا مكان ولذلك اللي يقول اين كان الله يقول له الله مش حادث الاينية في الزمان والمتاوية في المكان لا تأتي الا بوجود حدث ومدام هو مش حدث يبقى مفيش زمان ومفيش ايه مكان لان الزمان كان به والمكان كان به حقا مدام انتم الاحداث عندكم المكان انتم مستقرين فيها اوه والزمان الذي يتوالى عليكم لان الزرف يعني الزمان الذي يحدث فيه الحدث اسمه ايه؟ زرف يتحط فيه الحدث والمكان الذي يحدث فيه الحدث اسمه ايه برضو؟ بس ايه ظرف زمان وده ظرف مكان ظرف المكان ظرف القار ثابت وظرف الزمان ظرف الغير القار يبقى كان ايه حالا؟ الحال ده بعد شوية يبقى ايه؟ ماضي والمستقبل يبقى بعدين ايه؟ يبقى بعدين فيه زمن ماضي ايه؟ وفي زمن حال وفي زمن يبقى ظرف غير ايه؟ غير قار مدام غير قار ينتقلوا من الوقت من شيء الى شيء اللي كان مستقبل حيبقى ايه؟ حاضر والحاضر ده حيبقى بعدين ايه؟ ما فيه يبقى فيه زرف غير ايه؟ غير قار مدام زرف غير قار يبقى حييجي فيه تناوم التناوم في الظرف غير القار هي اللي احنا بمظاهرها ام قالك الليل والنهار دول الحاجتين الايه ايه؟ الواضحين اوي اختلاف الليل والايه؟ يجي الليل والنهار خلفة قال اده ظرف زماني هذا الظرف الزماني متغير مرة يبقى ليل ومرة يبقى نهار طب بيبقى للليه وبيبقى نهار ليه؟ ام قالك لان النهار مجبول ضياء للحركة للكدر للشغل والليل ظلم عشان الايه؟ السكون والراحة ليه؟ لان اين لم ترتح بالليل ما تقدرش تشتغل الصباح يبقى الليل مناقض للنهار ولا مكمل للنهار؟ اه يبقى ما تعملوش ان الليل ايه ضد المين؟ ده هم بيكملوا ايه؟ طيب هل اذا جاء الليل وسكن وهدقوا كده؟ ما نزلت انه ما يبيش نهار؟ لا ده يجي نهار بنشاطه قال ايه مسألت الوحي بالشكل ده تمام؟ الوحي اجهاد رسول الله يبقى عايزين له ايه؟ شوية سكون نفتر عنه بالوحي ندي له ايه؟ شوية يدوء ليه؟ عشان يبقى له نشاط ايه؟ يستكبل بوه زي الليل والنهار فقال الحق سبحانه وتعالى ردا عليهم والضحى والليل اذا سجن الضحى ضحوة النهار دي والعمل والحركة والليل اذا ايه؟ قال اذا جاء الليل يزد يبقى ضد النهار؟ ولا داي عشان يساعد النهار؟ داي عشان يساعد النهار؟ فترة الوحي جاءت لتساعد بيه؟ لتساعد الرسول علشان يبقى والضحى والليل اذا سجن يعني بيحلب بالظاهرة الكونية المرئية المشاهدة اللي هم معترفين به خلاص كده؟ ما ودعك ربك وما قلعه بل اعطاك طاقة انت ايه؟ اه تزيد من حركتك وتزيد من جهدك بايه بانت انت تشتغل ايه؟ لامر الوحي يبقى قلعك ولا اعانك اه يبقى ايه اعانك فقال لهم يا اخبياء احنا خذنا منكم رب محمد وعايزين نرد عليكم بقى نقول لكم ان فترة الوحي عن رسول الله كالسكون الليل اليهدى ليهدى بعد الضحى الايه؟ المجهد ولكن عشان يجي التالي حيبقى احسر من الاول قال له ولا الاخرة خير لك من الاولى حتيجي بقى الحكاية بقى ايه؟ شكرا اذا فكان تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء بعد الصورة ليقول ايه؟ ألم نشرح لك صدر؟ ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ضعرك ورفعنا لك ذكرك يبقى اذا عملية متممة وللاءة ولذلك العمليات المتممة الاغبياء يغنون انها متناقضة ظلم و ايه؟ ودوء وليل ونهار الاغبياء يقول لك ده ايه تناقض يقول له لا ده اسمه ايه؟ تكامل زي الزكر والانسة ما يعملوا عدوة بين المرأة ومين مين يقول لك دي و دي و دي و ده ويقعدوا يعملون الناد وشالهم هم متكاملا ده لو مهمة وده لو مهمة المرأة جعلت سكنا كظلمة الليل يهدأ عندها غضل ليستأنف نشاطه في الحياة بعد ذلك اذا لها مهمة معاه وهو له ايه؟ ولذلك يأتي مرة اخرى في صورة اخرى ليشير الينا الى هذه الرمزية التي تحل لنا الاشتاء يقول ايه؟ والليل اذا يرشى هم؟ 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 والنهار وما خلق الزكرة والانسة ان سعيكم لشتا كل واحد له ايه؟ كل واحد له مهمة تكمل مهمة الاخر فاياكم ان تجعل المتقابلات متعاندات بل هي متساندات متعاونات اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم منهم زي من انفسكم ان انزل الناس وبشر الذين امنوا الله ما هو الانذار وما هي البشارة؟ الانذار الاخبار بشل يمكن ان تتلافاه طب والبشارة الاخبار بخير يحسك على ان تقتنصه تنذر اللي يهمل بانه يسقط يبقى معناه عايز من الانذار ايه؟ انه يجد عنه اتهت لازم يكون فيه فرصة ولا لا طيب والمي ناجح تقول له ابشر انك لما تنجح تروح الكلية اللي انت عايزه وبقى لك مستقبل واش عارف عشان يعمل ايه؟ يبقى مهمة الانذار ومهمة التبشير الانذار نحسه على ان لا يفعل هذا والتبشير نحسه على ان والامور في الاحداث بين سلب وبين ايه؟ وبين ايجاب ان انذل طب وليه جاب ام انذل قبل بشر وكلمة انذر عامة وكلمة بشر للمؤمنين خاصة ام قالك لان انذل بتنزل الكل لكن البشارة تكون لمن لمن آمن ولا الانذر والبشارة لاتنين للمين للمؤمنين ولكن الله اراد ان يجعل المؤمنين في صف الايه في صف البشارة دائما وانحنا قلنا بقى ان مدام الانذر لاننا قلنا التخلية من العيب قبل ايه التحلية بالكمال اذا اصطدمت مع اشياء تجيب اذى واشياء تجيب نافع بنشتغل بايه الاول في ضرق المفسدة او زي ما مثلنا الطوبة والتفاحة الطوبة والايه واحد حيزقل لطوبة واحد حيزقل لتفاحة اعمل ايدي المين الاول لازم للطوبة ضرق المفسدة مقدمون على ايه على جب المصلحة ان انزل الناس كلمة الناس دي لها معنى الناس هم الجنس البشري المنحدر من اذن الى ان تقوم السعر وديا المستشرقين جمعا بكلمة الناس دي وحبوا يدخلونا في متاهة التشكيك يقول لك القرآن فيه تكريرات ما لهاشة واهم صورة خدوها صورة قل اعوذوا اعوذوا بالله يا شيطان رجيم قل اعوذوا برب الناس قال لك قد الناس مرة ملكي الناس الهي الناس يبقى كررها كم مرة من شر الايه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة قلنا هم فاهمين ان المعنى في الناس واحد لا لان الله حينما يقول ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله يبقى هل الناس كلها اللي بتحسد هم اللي يبقى مين اللي محسود ايه ام يحسدون الناس يبقى ناس يحسدون مين اوه الناس متى تكون الناس عامة لكل الافراد قال لك في الحكم العام لما يجربونه ان اول بيت هه وضع للناس بتحللنا اشكال كمان وضع للناس وضع لمين لبعض الناس ولا لكل الناس لكل الناس من لدن مين من لدن ايه اهلا طب ادم يبقى من الناس ولا مش من الناس طب ده من الناس يبقى ايزا البيت وضع للناس اي وضع لآدم ايضا طب وما دم وضع لآدم يبقى مين اللي وضعه لازم يكون قابل آدم اما ايه اه اما اول بيت وضع لمين وآدم مين يبقى لازم اللي وضع البيت يبقى من غير مين يبقى هو اللي وضعه ربنا ما تقولوش بقى ده ابراهيم هو اللي وضعه ابراهيم رفع البيت رفع القواعد من البيت يعني جاب البعد الوه البعد الثالث انما بوقنا لابراهيم مكان البيت هو علمناه له واذا كان ابراهيم هو الذي بنى البيت نقول له وكيف ينسجمه على هذا مع ان اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ومين يبقى اسمعين كان شريكه في ايه في الرفع والبناء يبقى لازم كتنه قوة يساعد به ولا لا طب لكن تسمعين ده كان معم رضيع زغير وقال ابراهيم لربه رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير زيزرع عند بيتك المحرم الله يبقى اذا عند بيتك المحرم البيت قبل كده اذا فالذين من العلماء يقولون ان اول وانبنى ابراهيم يقولون ومن قبل ابراهيم الى ادم لماذا اليسوا ناسا ناس طب ولماذا لم يكن لهؤلاء الناس بيت لله ويجي اللي بعد ابراهيم هو اللي هو بيت ربنا لازم يقول مادام وضع للناس وادم ومن الناس يبقى البيت لازم ايه يكون موضوع ايه موضوع قبل ايه الناس اذن فكلمة الناس قد تكون عامة وقد تكون ايه خاصة خاصة في قوله بنت في قوله ايه ام يحتدون الناس تعال بقى في السورة اللي هم داوشون به وقعد وقوله لا دا فيها تكتير قال قل اعوذ برب مين ادي الربوبية قد يكون ربا يوجدك ويعطي لك السفات وبعدين تشرد انت منه قالك لا ومالكك كمان قال له دا له اختيار طب لو مالكني ما كان يؤمن وخلاص قالك لا دا هو عمل فيه شيء اختيار وفيه شيء من غير اختيار ولذلك الذين تمردوا على الله فكفروا به نقول له انت متمرد على الله وبتكفر به بتقول لا ما فيش اله او ان كنت مش عارف لا مش عايز اطيع يبقى انت تعودت التمرد مدل تتعود التمرد يبقى كان يجب عليك لتكون منطقيا مع نفسك انت تمرد على كل الاحداث التي تصيبك فاذا جاءك مالك تقول لا ما نشعيات قد تقدر تجيلك حاجة كده بعيدة عامل ما تقدرش تدفع الله مصيبك مالك 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 تدفع الله يبقى الاعمال تقلب ليه طب دا انت متعود ان تتمرد يبقى انه يعمل كده يقول له لا مش عامل طب انك تبقى ما تعملش ما تخليش الاحداث تنال منك بسوء مدامة الاحداث تتنالك بسوء ولا تقدرش تدفعه يبقى انت مملوك ليه ولا لا انت مملوك ليه يبقى فيه فرق بين ان يكون رب الناس وان يكون ايه يبقى الناس هنا ايه المربوبة والناس التانية ايه الايه المملوكة اله الناس اللي يجب ان يكون معبود يبقى الناس الاولانية المربوبون ادي والناس التانية ايه الذين لا يخرجون عن قدرة الله في الأمور القهرية خلاص والتاني إيه إله مين يجو لك بقى من شال الوسواس الخناس الوسواس اللي يوسويس لك كده في إيه في يدنا وخناس يخنص ساعة ما يسمع عوز بالله من الشيطان الرجيم يرجع شوية من شال الوسواس الخناس الذي إيه يبقى الناس اللي جاي وسوسه فيه دور ناس قلمه وسوسه إليه يبقى بينا عندنا كم ناس ذات المربوضون المملوكون المألوكون خلاص الموسوس إليه طب والناس الأخرانية تكررت ليه يقول لك يا أخي فيه فرق بين الموسوس والموسوس الموسوس الشيء والموسوس إليه إيه شيء فقول إيه من شر الوسواس الخناس الذي إيه في صدور الناس اللي هم الموسوس إليهم ولا لأ والذي يوسوس إما أن يكون من الجنة وإما أن يكون من الإيه من النسيب هذا موسوس إليه يبقى إيه ما فيش تكرير ولا فيش أي حاجة كل واحدة جاي إيه جاي في إيه مطرحة تقول لك مثلا إيه أنا رئيسه أنا معلمه هؤلاء الطلاب خلاص ورئيس جمعيتهم الصحفية ورئيدهم في الرياضة تقول إيه أنا معلم الطلاب إيه ورئيس الطلاب في الجمعيات الصحفية ورائد الرواد في الإيه في الرحلات ومصحح الإمتحان للطلاب كلمة الطلاب هنا غير الطلاب هنا غير الطلاب هنا غير الطلاب هنا كل واحدة لأيه لها لها معنى أن أنجل الناس كلمة بقى إن الرسول هو الخاتم والبتاع يبقى المراد بها الناس كلهم ولا لا يبقى الناس كلهم أن أنجل الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربه بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربه القدم نعرفه أنه آلة السعي إلى الحركة كما أن اليد آلة الإعطاء تقول فلان له يد عندي وننسى أيديك عليه هي أيديك طب ما يمكن جايب لك الهدية كده وماشي ولا لكن مارجل برضو قال لك لإنما تتناول بإيه فإذن كل جارحة لها في الأعمال ودور فالرجل في السعي إلى الأشياء واليد في العطاء والأذن في وعين في فره إذن كل جارحة لها ظاهر في الحركة أن لهم قدم صدق أم قال لك قدم صدق معناها إيه قدم صدق قال لك لهم سابقة فضل سابقة فضل قال لك لأنهم لما استمعوا إلى منهج الله وأدوا منهج الله كما يحبه الله لما حتبشرهم بالجنة لأن لهم سابق قدم سعى إلى الخير إلى الخير يبقى قدم إيه وقدم صدق هو في قدم يبقى قدم كذب قال لك إيه ما يخلعه الأفاق على تواريخ الناس يقول لك دا كان وكان 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 له قدم وكلام كذب وكلام إيه وكلام كذب يبقى فيه فرق بين قدم الصدق وقدم الإيه يبقى قدم صدق يعني سابقة في الفضل هذه السابقة في الفضل هي التي أهلتهم لأن يكونوا موضع الإيه موضع البشارة والقدم عن صدق ليه لأنهم أخذوا حق وأعطوا من واعد حق يبقى قدم إيه كلمة صدق دي قلنا إن الصدق دا هو الخصلة التي لا يمكنني نؤمن أن يتنحى عنها إن تنحى عنها يبقى تنحى عن إيمانه ولذلك حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرق المئل قال يمكن يسرق يذن يمكن يكذب لا ما يكذبش ولذلك قل يالكم الرجل اللي راه العربي قال لي يا رسول الله أنا عندي ثلاث حاجات سيئة وأنا حعطي لنفسي حعطيك حاجة تأمرني بقى أتمس بقى وتسيب لي الحاجتين لتنين عايز يأخذ إذن بإيه؟ بخصلتين سيئتين في مقابل إيه؟ خصلة يتنازل هو عنه إيه هم؟ قال له والله مسألت النساء دي أنا يعني صعبة فيها شوي ومسألت الإيه الخامر ومسألت إنها حد بكت يبقى كم خصلة؟ فقال له طيب إحنا حتقسمها كام؟ قال له خلت نين دي واحدة قال له طيب ما تجذبش فلما انصرف وحدسته نفسه بالمرأة قال وهاب أن رسول الله يسألني هقول له إيه؟ راح للخمر قال وهاب أن رسول الله يسألني يبقى الصدق جماع الخير ولا مش جماع الخير؟ يبقى جماع الإيه؟ جماع الخير وعلى السدق تدور الحركة النافعة في الكون لما التاجر يصدق في ثمن الأشياء العامل يصدق في إخلاصه للعمل واحد يصدق في نكل الخبر العالم يبقى إيه؟ لأن اللي بيعمل فساد في الكون إيه؟ هو كذب في كل كذب في أي مظهر من المظهر هو اللي بيخل حركة المين؟ حركة إيه؟ إيه الحياة ولذلك يكرر الله كلمة الصدق في القرآن يجي مثلاً الحق سبحانه وتعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق أنزلناهم في مكان مغشنا همسي قالوا مثلاً إحنا ما نصبرش على طعام واحد إحنا عايزين نأكل مما تخرج الأرض أليه بطمس يبقى بوأناهم مبوأ إيه؟ الصدق ما كذبت عادوا دياً إيه؟ يروحوا لجي وإذ بوأنا إيه بني إسرائيل ما بوأ إيه؟ صدق وبعدين قال إيه؟ تاني في برضو في الصدق قال ودعالي لسان صدق في الآخرين يعني زيكري حسن ما يجيبش ليه تزييف اجعل لي لسان صدق في من يأتونا بعد يعني يقول فلان كان عامل كذا وفلان عامل كذا وفلان بس يخليه يبقى كلام إيه؟ مزي الكذب اللي إحنا بنبقى نسمعه بقى ويخلعوا على الناس بطولات كإيه؟ بطولات إيه؟ كاذبة طيب وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الإنسان ورصينا الإنسان إيه؟ بوالدينا حملته أمه إيه؟ وضعته وحمله وفصاله إيه؟ ثلاثون لا حمله وفصاله ثلاثون شهر خلاص؟ حتى إذا بلغ إيه أشده إلى آخرين وبعدين إيه؟ رب عوزعني أنا أشكر لعمتك اللي تعالى ولدخل لي في رحمتك ولئيك الذين نتقبلوا عنهم أحتنا إيه؟ نعم ونتجاوز عن سيئاتهم وعد الصدق الذي كانوا نعدهم وعد الصدق ليه؟ أم قال لك لأني مرة يكون الوعد كده أن تعد بما لا تملك أن تعد بما لا تقدر عليه أن تعد بما لا تمهلك الحياة إليه يعني أنت وعدت واحد تعمله الشيء الفلان زي ما ربنا قال ولا تقول لأني لشيء إني فاعل أنا حفعل فيها يبقى وعد بقى أن تفعل قال لا اوعى تقول ذي إلا أن يشاء الله لازم تحط إيه؟ إلا أن يشاء الله ليه؟ أم قال لك لأنك حين تعد لا تملك نفاذ ما وعدت به أنت وعدت واحد تقابله بقى في المكان الفلاني عشان تتكلمه فيه كذا وكذا 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 نقول أضمنت حياتك أن تكون؟ هذا أول عنصر مفقود أضمنت حياته هو أن يكون؟ تاني عنصر مفقود طيب أضمنت أن السبب الذي من أجله تلقاه لا يتغير؟ أضمنت أن كل هذه اجتمعت ثم غيرت أنت رأيك في هذه المسألة؟ كلها اجتمعت أضمنت أن لك صحة وعافية عينك على أن تزد؟ إذن لا تجازل بأن تعد بشيء ليس عندك أنصر من عناصر الوفائلة واسندها إلى من يملك كل العناصر وقل إلا أن يشاء الله يبقى وعد الصدق معناه أن تعد بما سيتحقق قطعا ليه؟ لأن الذي وعد به قادر لا تخرج الأشياء مهما كانت عن قدرته ولن يفرك الأشياء لأنه باكر ولن يتغير رأيه لأنه ليس حدثا يتغير يبقى وعد الصدق ولا مش وعد الصدق؟ وعد الصدق وبعدين بقى يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقدر في مقعد إيه؟ مقعد صدق ربنا قال له أبعط عدو حضرته ومش عارف إيه وبتاعه وبعدين يلاقوا الكلام إيه؟ الكلام تمام زي ما قال في مقعده إذن كلمة الصدق كلمة إيه؟ دائرة قدم صدق مبوأة إيه؟ صدق وبعدين مرة يقولك أدخلني مدخلة إيه؟ أدخلني مدخلة صدق وأخرجني يعني أدخلني البلد دي مدخلة صدق للغاية التي لا أستحي من أن أقولها مش أدخل بغرض قدام الناس وأنا ليه غرض دي آخر؟ وكذلك تخرجوا منها مطرج إيه؟ يبقى الأول قال إيه؟ قدم صدق وبعدين مبوأة صدق وبعدين أدخلني مدخلة إيه؟ وأخرجني مخرج إيه؟ وبعدين قال وعد الصدق الذي كانوا يوعدوه وبعدين قال فيه مقعد صدق عند مليك المقتضل يبقى دي تحببنا في الصدق ولا لا؟ كل أمور الحياتي وفضائلها وخيراتها وما ينتظر الناس من ساعة كل دائر على إيه؟ ألا كلمة الإيه؟ وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق سابقة فضل عند ربهم يجازيهم بها لأنهم عاملوا بمقتضى إيه؟ بقتضى منهجهم قال الكافرون إن هذا لساحب مبين الله كلمة قال الكافرون ما جادش لهم سيرة هنا ده هو بيخبرهم بقول وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم فلما قال الرسول ذلك قال الكافرون هذا إيه؟ ساحر مبين ساعات القرآن يحذف أشياء لأن لباقة السامع ستمتهي إليها فلا يريد أن يقول كلام بس كذلك انظر مثلا إلى قصة بلقيس مثلا الهدهد قال له إيه؟ أحط بما لم تحت به شو بقى الهدهد؟ عمال بيتكلم مع سليمان يقول له أنا عرفت اللي إمتى معرفتوش عشان يا ربنا يعلمنا الإيه؟ يعلمنا الأذب مع من دوننا يهب لمن دوننا ما يعلمه؟ ألم يعلمنا الغراب كيف نواري سوءتها؟ فبعث الله غرابا في الأرض يبقى دوننا يقول ده أغبية ومش أنا أغبية من الغبي؟ فبعث الله إيه؟ ولذلك يقول أعجز يا ويلتا يخبتو أعجزتو أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي يا سوءتها أخي شوف الإنسان المساقه اللي هو دي أقول لك إذا لما جاء له أحط بما لم تحت به شوف كيف أبرز لنا الله أما الأذنى إن رأى خيرا لازم يقولوا للأعلم ما يفتكرش إن المنزلة دي ما يبقاش يعني كده أحط بما لم تحت به وجئتك من سبأ بنابأ يقيد إلى آخر القصة إني وجدت امرأة كذا 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 وبعدين قال له إيه اذهب بكتابي هذا فألقيه إليه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت الله ده لسه ربنا بيقول له ما رأت ولا عمل حاجة فأكم قال إيه فذهب الهدهد بالكتاب فألقاه إلى القيس فلما قرأته بالقيس جمعت الكوم وقالت إيه يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم لكن هل يجيبني الإصة دي اللي ممكن تمتهم قال له اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تولى عنهم فانظر إيه ماذا إيه يرجعون قالت ده لسه بيأمرهم مما يدل على أن أوامر التلقي كانت سريعة بحيث لا يوجد فاصل بين الأمر وبين تنفيذه فالتحم الأمران معه وإلى لها ترجمة نانسي قنقر